البلوجر التركي ياسين جينكيز مصر غيرته وبعد ما قعد كم يوم في مصر لبس عباية صعيدي وبقى بيقعد معه مصريين بيكون معهم محشي وملوخية وكأنه واحد منهم البلوجر التركي الشهير بقى بوكرش حاله تغير لما جه مصر وبقى ماشي في شوارع مصر اللابس عباية صعيدي وطقي على راسه رواد السوشال ميديا تدول مقطع فيديو طريف ظهر فيه البلوجر التركي ياسين جينكيز أثناء وجوده في مصر البلوجر التركي كان لابس عباية صعيدي وحط الطائية على راسه ظهر فيه استخواته المصريين وهو بيرقص راسته الشهيرة باستخدام كرشو وظهر فيه فيديو تاني وهو بيأكل محشي وملوخية مع المصريين وبعد الفيديوهات دي فيه ناس كتيرة قالوا ان مصر غيرته وبقى واحد مننا البلوجر ياسين جينكيز أثر حالة كبيرة من الجدل على السوشال ميديا وده بعدما قرر ييجي مصر ويعمل مواقف طريفة مع المصريين وطول ما هو ماشي في الشارع بيدحك المصريين برأسته الشهيرة وخف الدمه البلوجر التركي الشهير بابو كرشو ماشي على خطى البلوجر الألماني نويل روبنسون وقرر ييجي مصر ويعمل مواقف طريفة مع المصريين في الشارع البلوجر التركي الشهير بابو كرشو وصل مصر من حوالي أسبوع ومن ساعة ما وصل وكل المصريين حبوه وأي حد بيشوفه في الشارع بيوقفه يتصور معاه كمان أعلن عن وصوله مصر من خلال الفيديو نشره على الانستجرام ظهر فيه أثناء رحلته الأهرامات الجيزة وظهر في فيديو تاني وهو فيه مطعم مشويات مشهور في مصر قعد مع المصريين واكل معاهم محشي وملوخية وكان واحد منهم البلوجر التركي ياسين جينكيز شهرته زادت خلال الفترة الأخيرة على السوشال ميديا خصوصا بعد ما انتشرت فيديوهات لي على السوشال ميديا وهو بيرقص راسيته الشهيرة الراجل ده طول الوقت فخور بكرشه وكرشه ده هو سر الشهرته ورغم انه كان ممكن يخس أو يحفظ على وزنه لكنه اختار يفضل بكرش ومش بس كده ده بيكسب من وراه ملايين ورغم ان الناس كتيرة بتعتبر ان الكرش عيب وكل الناس بتحاول توصل الجسم والوزن المثيلي لكن ياسين جينكيز يظهر كده انه مقتنع بالمثلة اللي بيقول اللي لي كرش يسوى قرش ياسين جينكيز الشهير بابو كرش هو واحد من نجوم السوشال ميديا اشتعر خلال السنوات الاخيرة بالفيديوهات اللي ظهر فيها وهو بيرقص راسيته المشهورة باستخدام كرشه ومن خلال الفيديوهات دي بقى واحد من اهم الشخصيات العالمية وبقى عنده متابعين بالملايين وبدل ما يتحرج من وزنه زائد بقى واحد من المشهير ولما جه مصر وقاعد وسط المصريين حاله تغير وبقى يلبي صعبية صعيدة وطائية اي رأيكم في شخصية البلوجر التركي ياسين جينكيز؟ هل دمه خفيف بجد؟ ولا لا؟ شاركونا التعليقات